المياه والأمن والطاقة والمشاريع الاستثمارية أبرز الملفات التي تمت مناقشتها على طاولة المباحثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة الحالية محمد الشياع السوداني أثناء زيارة أجراها الأخير إلى العاصمة التركية أنقرة التقى خلالها الرئيس أردوغان وفريقه الحكومي على الصعيد الأمني قال الرئيس أردوغان أن تركيا تكافح التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيمي بيكاكا وغولين لما تشكله من تهديد لبلده وللعراق وشدد على أن حكومته تنتظر من حكومة السوداني توصيف بيكاكا تنظيما إرهابيا كما طالب بتطهير العراق من التنظيم المتورط بالدماء وبشأن ملف المياه الذي يعاني منه العراق منذ بضع سنوات أعلن أردوغان أن بلاده قررت زيادة كمية المياه المتدفقة إلى نهر دجلة لمدة شهر واحد من أجل رفع ضائقة العراق وفي الوقت نفسه أزاح الرئيس التركي السيتار عن مشروع طريق التنمية الممتد من البصرة إلى تركيا واصفا إياه بطريق حرير جديد ورغم أن السوداني حاول تطمين الجانب التركي أمنيا وبحديثه عن تسهيلات تجارية من بينها مشروع السكك الحديد الذي من شأنه ربط الشرق بالغرب لنقل البضائع والطاقة إضافة إلى امتلاك العراق مخزونا كبيرا من الغاز إلا أن ذلك لن يستدعي بحسب مراقبين غض الطرف عن حقيقة العراقيل التي تنتظر تعاون الجانبين مستقبلا خاصة في ظل الفساد المالي والإداري المستشري في المؤسسات الحكومية وانعدام الشفافية لا سيما وأن العراق يصنف ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم حيث يحتل المرتبة 157 عالميا ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عام 2021 إلى جانب اعتراف وزارة التخطيط بوجود ستة آلاف مشروع صرفت لها أموال من خزينة الدولة ولم تنفذ إلى الآن ترجمة نانسي قنقر